كنوز بلادي النص يقول من مظاهر النشاط والرقي في البلاد أن يعتاد بعض أبنائها القيامة بمعارض ترى الناس إنتاج أيديهم وعقولهم ومن الطبيعي أيضا أن نجد فائدة ومتعة في مشاهدة هذه المعارض وكثيرا ما سمعت بمعارض إيجل جلي إيجل جلي إيجل جلي طيب الزراعي وما يعرض فيه فقصدته مع والدي وبعض رفاقي ولا تسأل عن الصعوبة التي لاقيناها للوصول إلى مكان العرض لأن الطرقات كانت ملأة بالسيارات والدراجات والمشات وأخيرا وصلنا فما أجمل مناظر الطبيعة في تلك البقعة الطيبة من الجزائر بساتين البرتقال الخضراء تنتشر في السهول الفسيحة والخضر بأشكالها وأنواعها ترسع طربتها السخية وأشجار الزيتون تمتد جذورها في الجبال القريبة والبحر الأزرق الفسيح تنباعث نسماته المنعشة أخذنا ننتقل بين الحشد الكبير من الناس وهم لا ينفكون عن إبداء إعجابهم لما كانوا يشاهدون فترى وما أجمل ما ترى إنتاج أيدي المزارعين الجزائريين وسواعد أبنائها ترى أكبر ثمار البرتقال والحوامض التي حملتها أشجار المتيجة وغيرها وترى معظم فاكهة وخضر الجزائر التي تنتجها أرضها قاصيها ودانيها فلا تعجب لمشاهدة العنب والفرول في زمن البرتقال ويقطينات عملاقة بأشكال غريبة وعدد كبير من أنواع التمور فكل جزء من المعرض كان محطة قد تكتشف من خلالها عطرا ساحرا أو ذوقا شهيا متميزا أو لهجة حلوة من لغات أبناء وطني والحق أن عظمة الإنتاج الجزائري تتجلى في هذا المعرض الفائق الجودة والنوعية التي من دون شك سيلقى مكانة راقية على المستوى العالمي طيب هل تعتبر العاملين المخلصين للوطن جزءا من كنوزه علل إجابتك بالحجج والإقناع أعتبر العاملين المخلصين جزءا من كنوز هذا الوطن لأنهم من يقومون بخدمة هذا الوطن بإخلاص ويسهرون على رفع رايته عاليا ولا يكون ذلك إلا بجدهم وجتهادهم وتقديم أفضل ما عندهم من جهد وعمل وذلك لحبهم له فهم يرون أنه يستحق الأفضل على حسب عمله وفي مجال تخصصه كل حسب عمله وفي مجال تخصصه فالطبيب والمهندس والحرفي وعامل النظافة والوزير والإسكافي وإذا كانوا مخلصين في عملهم زادوا هذا الوطن رقيا وازدهارا فكانوا حقا كنوزه لاحظت كلما رافقت والدك أو والدتك لإقتناء المشترات أنه يحرص على شراء المنتوج الوطني دون غيره فسألته عن السبب أخبر زملائك بما قاله لك والدك مستعملا قد والذى والفاء السببية طيب عدنا نص جاهز أنتج مشافهة لاحظت كلما رافقت والدي أن والدتي أو والدتي لاقتناء المشتريات أنهما يحرصان على شراء المنتوج الوطني دون غيره فسألتهما عن السبب فقال كل منهما أنه يفعل ذلك حبا في الوطن وتشجيعا للمنتوج الوطني برغم أنه قد يكون أقل جودة من المنتوج المستورد أحيانا ولكنها قضية مبدأ وهي الوقوف مع المنتوج ظالما أو مظلوما والحقيقة أن المنتوج الوطني في غالبه لا يقل جودة عن غيره ولكن هناك من يشتري المنتوج الخارج تباهيا وإن كان أقل جودة لذا أنا أخالفه طيب النص عالمنا الشامخ عالمنا الشامخ النص كما أيبون أيديكم اقرأ النص وأجب عن الأسئلة حدد في النص العبارات التي تظهر اعتزاز مختار بوطنه ورموزه العبارات التي تظهر اعتزاز مختار بوطنه ورموزه قوله عالم وطننا المفدى عالم وطننا المفدى كذلك آه يا علمي ما شعرت مثل اليوم بمكانتك في نفسي ومحبتي لك وقوله أيضا فتابعته والفخر بوطني يغمرني فتابعته والفخر بوطني يغمرني سؤال ثاني ماذا يمثل بالنسبة لك العالم الوطني بالألوال والأشكال التي تميزه يمثل العالم الوطني بألوان وأشكاله التي تميزه مزيجا متناسقا فالأخضر منه يمثل الأرض والخضر وتمثل الجبال والسهول والخصوبة التي تتميز بها أرض الجزائر أما النجمة والهلال فيترمز إلى أركان الإسلام الخمسة وإلى الدين الحنيف وأما لونها الأحمر فيرمز إلى لون دم الشهداء وأما الأبيض فهو رمز النقاء والصفاء وهو رمز السلام الذي تتغنى به الجزائر انتج كتابيا أكتب فقرة من ثمنة أسطر تبين فيها مآثر شخصية جزائرية بارزة حققت نجاحات في المحافل الدولية مستعملا فعلا مضارعا منصوبا أو مجزوما وفعلا مضارعا مبني للمجهول طيب عدنا وضعية جاهزة يقال أن الجزائر ولادة ولا يخرج من بطنها إلا الأبطال والعظماء وذلك على مر الأزمنة والعصور ومن بين أبناء الجزائر الذين حققوا نجاحات في المحافل الدولية العالم الجزائر إلياس زرهوني فهو شخصية علمية برع في مجال الطب وأصبح متفوقا في مجاله يشهد له الأعداء قبل الأخلة بذلك وتشهد له أمريكا لما عينته على أعلى هيئة طبية فيها ويشرف على ثمانية عشر ألف عالما ومئتي ألف أو ومئتي ألف موظفا وتحت تصرفه بلايين بأ بلايين الدولارات وقد شرف الجزائر في الكثير من المحافل الدولية ونال العدد من التكريمات والهدايا في جل البلدان العالمية لما حققه من نجاحات في مجال الطب بارك الله فيكم في الأخير لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في قناة أسأل الله عز وجل التوفيق لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك ربي وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر